الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2.02 دائرة الاستشعار لم يتم الكشف عن أي نشاط الصف الأول الحساس 2 ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أدرازو ستوفر وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قادا ما رجعيا بجهد 0.45 فولت لمستشعر الأكسوجين عندما يصل مستشعر O2 إلى درجة حرارة التشغيل فإنه سيولد قادا يختلف باختلاف محتوى الأكسوجين في العادم العادم الهزيل يولد قادا نخفضا أقل من 0.45 فولت والعادم الغني يولد قادا عاليا أكبر من 0.45 فولت يتم استخدام مستشعرات O2 في بنك معين إن تم وضع علامة كمستشعر 2 كما هو هذا لمراقبة الانبعاثات يستخدم نظام المحافظ الثلاثي TWC المحول الحفاز للتحكم في انبعاثات العادم يستخدم PCM الإشارة المستلمة من مستشعر الأكسوجين 2 يشير رقم 2 إلى الخلف من المحول الحفازي يشير الرقم 1 إلى المحول المسبقي لقراءة كفاءة TWC عادة ما يتحول هذا المستشعر بين الجهد العالي والمنخفض بمعدل أبطأ بشكل ملحوظ من المستشعر الأمامي هذا أمر طبيعي إذا كانت الإشارة المستلمة من مستشعر O2 الخلفي هاش 2 تشير إلى أن الجهد علق بين 0.425 فولت إلى 0.474 فولت فإن PCM تحدد أن هذا المستشعر غير نشط وسيتم تعيين هذا الرمز الأعراض المحتملة سيضيء مصباح فحص المحرك CEL أو مصباح مؤشر الأعطال MAL لن تكون هناك على الأرجح أي مشاكل ملحوظة في القيادة باستثناء MAL والسبب هو لا يؤثر مستشعر الأكسجين الخلفي أو اللاحق الحفاز على توصيل الوقود هذا استثناء في كريسلرز أنها فقط رصد كفاءة المحول الحفاز لهذا السبب من المحتمل أن لا تلاحظ أي مشكلة في المحرك أسباب أسباب رمز P0140 قليلة إلى حد ما يمكن أن تكون إن مما يلي دائرة سخان قصيرة في مستشعر أو اثنان يتطلب عادة استبدال الصمامات بدارة السخان في كتلة الصمامات أيضا دائرة الإشارة المختصرة في مستشعر أو اثنان ذوبان موصل الحزام أو الأسلاك بسبب الاتصال بنظام العادم تسرب المياه في موصل الحزام أو موصل PCM باد PCM الحلول الممكنة هذه مشكلة محددة إلى حد ما ولا يجب أن يكون من الصعب جيدا تشخيصه أولا قم بتشغيل المحرك والأحماء باستخدام أداة مسح شاهد الجهد الكهربي للمستشعر واحد اثنان بنك اثنان عادة يجب أن يتحول الجهد ببطء فوق وتحت فاصل 45 فولت إذا حدث ذلك فمن المحتمل أن تكون المشكلة متقطعة سيتعين عليك الانتظار حتى تظهر المشكلة قبل أن تتمكن من التشخيص بدقة ومع ذلك إذا لم يتم التبديل أو توقف عن العمل فقم بما يلي اثنان أغلق السيارة تحقق بصريا من موصل الحزام بنك واحد اثنان للتأكد من عدم صهر أو غضب الحزام أو الموصل قم بالإصلاح أو الاستبدال حسب الحاجة ثلاثة قم بتشغيل الإشعال ولكن قم بإيقاف المحرك افصل موصل مستشعر أو اثنان وتحقق من موجود 12 فولت في مصدر دائرة التسخين ومن أجل التأريد المناسب في دائرة التأريد في دائرة التسخين ألف إذا كان مصدر التسخين 12 فولت مفقودا تحقق من الصمامات المناسبة لفتحها في الدائرة إذا تم نفخ فتيل دائرة السخان فاشتبها في وجود سخان تلف في مستشعر أو اثنان يتسبب في صهر دائرة السخان استبدل المستشعر والمصهر وإعادة الفحص با إذا كانت الأرض مفقودة فقم بتتبع الدائرة وتنظيف أو إصلاح الدائرة الأرضية بعد ذلك مع استمرار توصيل الموصل تحقق من وجود 5 فولت في الدائرة المرجعية إذا كان هذا مفقودا تحقق من 5 فولت في موصل PCM في حالة وجود 5 فولت في موصل PCM وليس في موصل تسخير مستشعر أو اثنان فإن هناك سلك مفتوح أو قصير في مصدر السلك المرجعي بين PCM وموصل مستشعر أو اثنان ومع ذلك إذا لم يكن هناك 5 فولت في موصل PCM فمن المحتمل أن يكون PCM على خطأ بسبب القصور الداخلي استبدال PCM نجمة نجمة ملاحظة في موديلات كريسلر هناك مشكلة شائعة تتمثل في أن الدائرة المرجعية 5 فولت يمكن اختزالها بواسطة أي مستشعر في السيارة يستخدم مرجعا بجهد 5 فولت المستشعر الذي قمت بفصله هو المستشعر الذي تم تقصيره يجب أن يحل استبداله محل 5 إشارة قصيرة فولت 5 إذا كانت جميع الفولتية والأسباب موجودة فاستبدل مستشعر بنك 1-2-O2 وأعدى الاختباري